بفضل هذه الوصفة ستصغر لي عشرة ديال السنوات إذا كان عمرك 60 ستأخذ لي في 50 إذا كان عمرك 50 ستأخذ لي في 40 ستأخذ عليك عروسة من أول وجديد لبنات هذه الوصفة قاهرة لتجاعد أنا عارفة بزفة البنات للأسف يتعانون من تجاعد يتعانون من الخطوط الرفيعة الخطوط العميقة وخسروا فليساتهم في الأخوة الخاوي وبالتالي رجعوا لهم تجاعد أو لما جبش الله قاع نتيجة فاليوم ما سحتاجي تخسري تذرهم تذرهم واحد ما نبغيش تحيديه من بزفة ديالك خليه في سد ديالكم أكيد تحتاجوها تحتاجوها البنات لدوير زمان كما سنقولوا لوليدات العائلة وأكيد التجاعد عندي لهم الحل وغادي نقرهم إن شاء الله لهم بالمرصاد كما سنقولوا غادي نقرهم بوحد للمولة الوصفة كتحمق يا البنات والله القسم البنات هذه الوصفة هادي كما سنقولوا سيدة في سن الاربعين وما بينش عليها الربعين فاش سولتها أعطتني هاد لغوستيت بالضبط يعني بهذا المقادر هادو يعني كتبان عندها تلاتين واحد وثلاتين تسعود وعشرين يعني كما سنقولوا تمقصت ليها عشرة سنين من العمر ديالك والوجه ديالك يحمق ما شاء الله مجبد كما سنقولوا راوخي كل إنسان تف سن سبعين والاستيره ما تلسفن شعلي دي ماتت مقصي لي واحد عشرة سنين فاليوما البنات سوف أختار معكم هاد الوصفة هادي اللي فيها مكونات خاطرين موجودين في كل بيت مكونات منزلية موجودين في كل كوزينة الحمد لله ولكن البنات كما كان نبحث وكما كان نسوال وكان نجي وكان نجر بعد كان نجي نصور عاد كان نجي ننزل لكم في اليوتيوب فنبغي أعافكم البنات الله يرضي عليكم الله يعطيكم سحيحتكم باش نبقى دائما نبتاكر ونجيب الجديد ويكون حسري الحمد لله ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم فأي وحدة كتشوفي يدها با نبغي أتهابت تحت من هاد الافيديو مباشرة وتكبس أو لا تخبطي اللايك الله يستر ليكم مسعب والله يستر ليكم كل منه كما سنقوله سعيب ليكم الله يحفظ لكم ولداتكم يحفظ لكم وليديكم يحفظ لكم الزوج ديلكم ويحفظ لكم أي واحد عزيزة أنا بزوجة فيكم حبيباتي وكما ستسعدوني الله سبحانه وتعالى سيسعدكم كما ستفرحوني كذلك الله سبحانه وتعالى سيفرحكم لأنه فاش كتفرحي واحد الشخص ولا كتسعديه بدك شي اللي عندك وخا غير بدعي وخا غير برحمة الوليدين والله القسم إلى حتى أنت تزيد تفرحي وكيجيب ليك الله تتسير في حياتك فأنت منح حبيباتي الله يعطيكم رضا والله يعطيكم صحيحتكم يعطيكم ما تمنيتون إن شاء الله في خاطركم ما تخرجي حتى تكبسي لي الله كالله يرضا عليكم البنات كبسوا الله كفرمو ما غتخسروتا شي حاجة وغير غادي تزيد تسجعيني باش هكذا نقلب ونبحث ونزيد إن شاء الله نستمر في الجديد كذلك حبيباتي التعليق ديلكم مهمة وخا غير إيموجي وخا غير دعيبة وخا غير رحمة الوليدين وخا ايتها حاجة خليها في التعليقات قطير راح تساؤل ايتها حاجة إن شاء الله نجاوبكم كاملين فما تنسونيش البنات من دعيوة ديلكم تعليقات ديلكم وليلايك مهم من الدرجة كذلك حبيباتي ناسي مازالي ما مشتركينش فلاشتين شنو كتسناو يوميا تنجيبوا الجديد يوميا تنزلوا أحسن ما كين كيما تنقولو فحبيباتي ما تنسونيش بالاشتراك اتفعلكم نزيل الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد دعونا تعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو بغين نشوفو ان شاء الله في الفيديوهات الماجئة والفيديوهات المقبلة مرحبا بكم وعلى بركة الله حبيباتي نشوفو عشان تعرفوا على المكونات ديال الوصفة وطريقة ديال استخدام وطريقة ديال المكونات كاملين ان شاء الله المهم اول حاجة لبنات عندنا زريعة الكتان زريعة الكتان هي هذه البنات هيا هنا يمطحونة زريعة الكتان مع عروفة انها تقهر حاجة 100 تجاعد ما شاء الله رو خيكون عمرك 80 سنة تقهر كتقهر كتقهرهم بوحد الشكل مايتصورش لكم يا البنات على البلد المهم هانتوما البنات هذه هي زريعة الكتان انا غنوريها لكم ها هي را غيدريهم نسل يعي يقولوا لي احنا ما عندناش مثلا زريعة الكتان فضاء ماشي مشكلة غيدريهم عند العطار ها هي زريعة الكتان ها كده حبوب انا وريتها لكم بشاكد حتى الناس في الدول العربية يعطيكم صحة حبيبتي خلوا لينا اسماء ديالها في التعاليق يعني البنات الليك عرفوا زريعة الكتان الاسم ديالها في التعاليقات بغينا نستفدو منكم خليوها لينا في الكومنتر وشاكده نعرفوها في جميع الدول ان شاء الله ويمكن ما قلنا زريعة الكتان باودر كده حبيباتي غتحتاجوا معايا اما الروز اما نشا هنا البنات عندي الروز باودر عندي هنا يمطحون عندي ها تزليفة عامرة وعندي نشا عندي بجوج هنا ولكن تديري واحد فيهم ماشي بالشرط بجوج غي واحد فيهم سواء الروز سواء نشا هذا لدينا مزهر الزورة غبرة هادي البنات فيها مئة وسبعين غرام وهادي حبيباتي ها هي فيها مئة وثمانين غرام هادي كدير ستدرهم وهادي كدير سبعة درهم كلهم زيانين ولكن على حسب البلد اللي انتفيه مش بشرط قيدي في هاد الماركات اللي عندنا هنا في المغرب على حسب الدولة اللي انتفيه ها تأخذي اكيد الانشا اللي بغيتي كما قلنا حبيباتي قلنا زريعة الكتان قلنا اما الروز كذلك حبيباتي غادي تحتاجوا معايا القمح كومبلي انتم ما حبيباتي القمح كومبلي علش درت القمح كومبلي لانه هاد القمح بالنخالة دياله كينفخ لوجيه وكيشد وكيزيد يعطي قوة الوصفة احنا ما بغيناش وصفة تكون كتعالجة تجاعد وصفي بغيناها تشد وتعالجهم نهائيا وفي نفس الوقت تبيض وتفتح وتنفخ لك الوجيه ديالك يعني هكدك الخديدات يبانوا لك هكدك منفوخين لا يبانش لك بجيه ديالك نحيف تقولي في حالك في حال الممياء كان بعض البنات والله القسم فاش تنشوفهم يعني كانش ما شاء الله شو وحدين هكده كانتهم طب زين غزي ولين ما شاء الله اللهم مبارك ولكن كانش وحدين اخرين كانت دياله داخلين لطي دياله غزاله ولكن اللوجها داخل وطافس يعني كيبان كانت تعطي هات ديك تمانين عام ولا سبعين عام ولا ستين عام ويا مثلا في عمرها غير ربعين ولا ثلاثين يعني كل واحدة وشنو فنسمنا البنات هات القمح كومبلي ما يخطاكمش راهزوين بززف اللوجه والجسم كينفخ اي بارتيزة اذا انه يشدوك عالج تجاعد ونهائيا الحمدولي الله انا معروف ممكن انتبحتوا عليه فوائدو عظيمة عظيمة و بززف كذلك حبيباتي كيما قلنا قلنا زرعة الكتان قلنا القمح كومبلي قلنا الروز ولا نشا الناس لا يقولوا لي وش نديرهم بجوج ممكن نديرهم بجوج وغاد يتحتاجي معايا ان شاء الله الى اليوغورت سوى هذا البنات الطبيعي هذا البنات الناتيوغ من الاحسني لما عندك بشرة حساسة وعندك لابو سانسيبل وكاتهيج لك من الاحسن ديري هذا الطبيعي المياه في المياه عندك لابو كيما نقولوا يعني كيف شغنقول لكم لابو كيما نقول لكم لابو كيما قلنا زرعة الكتان قلنا القمح كومبلي او القمح الكامل قلنا الروز باودر او لا انشاء او لا ممكن نديرهم بجوج واليوغورت او الزبادي وكذلك يا حبيباتي ان شاء الله غا تحتاجوا معي المدية الزهر انا تتنع عشق تنع عشق المدية الزهر هاد الوصفة ما خليت مجدربتها يعني ما تظهر عجبني بزاف درتاب الماورد درتاب مازهر درتاب المال معديني ولكن اللي عجبتني كتر هي بمازهر بكترة ما عجبتني والليت غير كندور وكرجرب فيها وما شاء الله جربتها الام دي اللي يحفظها لي وخليها ليه وطوليها في العمر ديالها لانو هي عندها نسبة تجاعد اي وصفة كانت تعالج تجاعد غا تبان فيها الغزول تديك الساعة فالحمده الله فاش جربتها اتبارك الله تصدمت وتصدمت تعانية فيها يعني ما شاء الله عجبتنا بجوجنا الله يعطيها صحة دائما في حالة الهميزات وحالة الوصفات كتكون هي الصباقة وهي الاولى باش تجرب ليه في حالة الوصفات ممكن ما قلنا حبيباتي عندنا ماء معطر اصطناعي خالي من الكوحول هدا هو مزهر اللي غادي ندير سينو ممكن تدري ماورد او مهم شو في انتي شنو بيت امام او انا لنضيف مزهر لانو نانس ما ديلك تعجبني ونفضلها اكتر فقلنا حبيباتي المزهر قلنا اليوغورت قلنا الروز ونشا قلنا زرحت الكتان والقمح هاد شي اللي كين هدو هم المقادر اللي عندنا وعلى بركتي الله حبيباتي غندوزل طريقة التحضير هاد الوصفة القاهرة للتجاعد لا تنسوني شغيم لايك 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 ديلكم اللي يردع لكم والله يسترلكم مسعب بشاكده نزيد نشجع ونزيد نافونسي ونزيد نقلب على الجديد في مكان بابه نجيبوه نحطه لكم فالمهم تحييي لكم خاصة وما تنسونيش من اللي لايك وكذلك التعالق اول حاجة حبيباتي غادي ناخد هنا يا جوج معالق عامرين ديال زرحت الكتان وما ادراكم يا البنز زرحت الكتان الناس اللي ديجر مجربينها وكيدروها يوميا هم اللي عارفين الفوائد ديالها كذلك حبيباتي غادي ندير معالقة اه احتى المعلقة ونصف ديال الروز باودر هانتوما البنات غادي نضيف لهم معالقة ديال النشاك اما قلنا اما نشا اما الروز اما بجوج شوفين تياه لحاسب شنو بغيتي انا هنديرهم بجوج مهم هوا نشى البنات غادي ندير منهم معالقة فقط وغادي نخلط هاد المكوينة هاده مزيان كما سنقولوا على الحق ديالهم وغادي نخلط اعاد من بعد غادي نزيد معالقة ديال القمح كومبلي او للقمح الكامي الناس اللي كي قولوا لي فينا نغلقه وغادي نغلقه عند ملحانوت عند البقال ركع جنوبه الناس الخبز يجيش هوا منه يلب ناس فالما عندكش في البيت مثلا سيري جيبي غدريهم ركع عطيها الملحانوت ولا البقال ولا جوج درامقاء وجيبيها وديرها لوجه ديالك والله ما بخيتي غادي سيري جهد تريد أن يحتاج لكي تديره الوجيه ديالك لأنه خاطير وكي ينفق حتى الوجيه يعني الناس اللي كي نفقوا ويخسروا البوتوكس ويخسروا العربة ومبالغ هائلة ويقدروا يدلك شيء صغير فكاتت نفقيهم للأسف وكنتي كان بإمكانك تهالي في الوجيه ديالك وفي الجسم ديالك نضيف المزهر للمكونات نضيف المزهر ونضيف المزهر وبعد ذلك نضيف المزهر نضيف المزهر تجمعي للمولاتي هذا الوصفة هذه بديك معي القديل الضانون لا نعود لكم بعدها على ضانون كيف يخلي لك الوجيه ديالك لا معك يشكشق بالبيوضة كيتحسي بالبرودة وانتي عايش يعني البنات اللي كي يجربوا ضانون بزاف يعني في الوصفات للوجيه دياله يعني ان فقط طبقية غير بحديته ارى ما نعوش لي كيف يخلي لوجيه ديالك خصوصا البنات اللي مثلا يمشيوا تقدا ومشيوا المارشي ويجيوا وجه ديالهم كي يسخن يعني خصوصا في فترة الصيف الوجه كي يكون سخون هكذا كي يحمر لك بزاف ففشكة ضانون كي يولي وجيه ديالك مزنك كي يحمر كي ما تقولو كي يحمق يا البنات يعني الوجيه ديالك يولي مزنك غزان وديك الحساسيه كي تزول كل شي كل شي لبنات المشاكل كي يزولوا بهذا اليوغورت هذا يعني نصحكم به ديما يكون عندك في البيت استخدميه اللوجيه ديالك راه غزال وكذلك كي يقصتها من الحساسيه البنات اللي ديما كي يقولوا يارا لوجيه ديالنا في الحساسيه وبغينا نجربوا هاد الوصفه وما قدرناش فاديري في ديك الوصفه ديك الوصفه دانون معي القادية الدانون خصوصا يكون طبيعي وتفكرين هانتوما لبنات شوفوا القوام ديالك كيف جدير ديك زريحة الكتن ما شاء الله بحالة عاملين اللي بطيط هنا ياه هانتوما لبنات شوفوا حد لمع ديال الحبيبات كتحمق مو يبنات خلطوا ليالوصفه مزيان الله يعطيكم الصحة والله يعطيكم الرضا وهاد الوصفه حبيباتي رصار حتى الويدات عندك تجاعد على مستوى الويدات العونق ماشي غير الوجه لانو بزاف منكم كتقول ليه وشغل الوجه لحبيباتي ماشي غير الوجه هانتوما هدا هو القوام ديالها انا غنوريه ليكم شوفوا ديك زريحة الكتن كيفاش كتوليك كتحمق الريحة بلا من هدرو عليها القوام خاطير ودجباد بلا من هدرو عليها والنفخ ماشي غير الدجباد هاد الوصفه فيها كل من هو شيء هاد الوصفه البنات كون كانوك يديروها في مساحات تجميل كون راية يديروها ليكم ب5000 دراموية الحمد لله غير بمكونات اقتصادية وبساطين كيما قلنا بلا ما تكلفوا على راسكم وتمشيوا تخسروت نفقوا في ليساد ديالكم في اشياء اصطناعية خاوية يا البنات وانتي كان بإمكانك تهالله يفراسك غير بذك شي اللي عندك في البيت من صنع الويدات ديالك المهم هانتوما البنات كاتبدوها كده يطبقوها على اي بارتي سوى الوجيه سوى العنيق سوى الويدات مهم اي بارتي عندك فيها التجاعد هانتوما البنات هذا هو القوام دياله شوفو كي حمق هي البنات القوام دياله وشكيل ديالها فكتب ديها كده يطبقيها ليا من بعد كتخليوها تجف او لكتخليوها تنشف تقريبا البنات ما غتاخدش ليكم مدة طويلة يعني واحد اه عشرين دقيقة تقريبا او لا اه ثلاثين دقيقة ماكسيموم من بعد كتنشف لك كتغسليها عادي غير هو البنات اللي يعطيكم رضا مطرولك سوى عليها اركزي عليها من يديريها حاولي يديريها وتنعسي ماشي يديريها وتضري معاولي يديالك ولا الميسا ديالك وتعصري إلا البنات حاولوا يديروها وتكونوا هادئين ومرتاحين وحتلعوين يديريك لك تيكتعاني منهم في الهيلات السوداء ولا عياني بكترة يعني استهلاكك كمسان قولو الحاسوب ولا الهاتف ولا التفازة فاخدي جوج قاعدة ديال الخيار على شكل شرائح او لدوائر سوى الخيار سوى الجازر و عمليهم على العوينات ديالك ودكايدك 30 دقيقة ومن بعد ما غسل الوجيه ديالك بعد النتيجة غتصدمك وحتى الراحة النفسية والله القسم إليك ترجعت بك 180 درجة البنات اللي ما عمرهم جربوا هاد القضية هادي جربوها أنا الصراحة نفسية كمسان قلو فاش كتتعب شوية بكترت الضغوطات بكترت بزاف ديال الاشياء الصراحة كانت تعبوا للأسف ولكن فاش كنعمل لنا هادا طريقة هادي كان نكون فرحانة في ديك 30 دقيقة بحال لمشي جيت عن طبيب نفسي وأنا الحمد لله يعني كمسان قلو لعبت على النفسية ديالي غير بدك شي اللي عندي وغير بالراحة الراحة هي أهم حاجة لبناس خصوصا فاش كتروا لك ساي على شي غوصيت اللي كتتحمر لوجه فحال هاد الوصفة هادي الربانية زوينا للمكونات دياله مزرعت الكتان انشا أو الروس أولا بجوجهم يعني ما شاء الله اللهم بارك انتمنى حبيباتي ما تخرجي من هادالفيديو حتى تبرعيني بواحد اللايك تحت مجهود اللي كمسان قولو جبت لكم بهالغوصيت سوات الحمد لله ما شغل في هاد الوصفة كنسول على بزافة الوصفات سوما عند الناس كانعرفهم سوما عند الناس ما كانعرفهمشaji فقدروا المجهود ديالي الله يعطيكم الرضا و الله يعطيكم الصحة وطبخلوش علي بلي للايك 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 ديالكم الله يعطيكم ما تمني شديه في خطركم انشاء الله ورحملهم الوالدين يا البنات متنسونيش انا مزوجة فيكم 분ライ transportation عارت تخرجوا كذلك احبيباتي تعليقات 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 وأخا كي ما قلت ليك غب رحمة الولدين وخغير بدعيبه وما تخليني شي بلاش أنا كانت رجاك وأنا الحمد لله كان جيب على ودكم الجديد وكانت تعب وكانخدم على قبلكم فحتنتوا معهم لو مجهود بسيط بسيط تقديرا لي وتقديرا الجديد ديالي والحصريات ديالي الحمد لله فالمهم ما تنسوناش من لي لايك الاشتراك كذلك في القناة والتعليقات وشكرا لكم وانطلقا معكم في فيديوهات مقبلة إلى اللقاء